السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي كنتم من تكونوا بخير ولا خير اليوم قبل ما نبدور الموضوع دينا اليوم ان شاء الله ما كانش درس اليوم كان موضوع مهم هذين 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 ربعكم فيه ولكن قبل ذلك كان نطلب منكم جميل أصدقاء الي كيشوفوا القناة دينا باش يفعلوا جرس الاشتراك وذلك الي تتوصلوا بكل جديد بكل المواضيع سواء كانت دروس تمارين بلخصات امتحانات وتصحيح امتحانات فروض وتصحيحوها وكذلك القصص ان شاء الله هذين بتندير قصة كل أسبوع يوم الجمعة وذلك اللي استفادة اللي استفادة أكتر وكذلك اللي تحبيب الأطفال في قراءة القصص كان نطلب منكم تفعل الجرس والمشاركة وهذا كله راح كيش جعني لأنني نبدل مجهود كبير ان شاء الله ونحاول ان شاء الله نكون ديمة مستمرة معكم في الجديد الموضوع ديالهما اللي بغنا نخضره فيه اللي هو أساسي ومهم هو تركيز عند الأطفال كيفاش نقدرنا نساعده الأطفال لنا على أنهم يركزوا وكون عندهم تركيزوا ذاكرة قوية سواء في الدير سديلهم أو لو في الحياة ديالهم هذا شيء أساسي كيفاش نقدرنا نساعده الأطفال ديالنا هذا هو الموضوع اللي غازينا نضره فيه اليوم ان شاء الله البيت تفصيل وكنتمنى أن الكل يشارك معي والكل يتفاعل معي يالله نبدأ ان شاء الله إذن أصدقائي أول نقطة اللي كان بغنا نركز عليها هي أن النوم الطفل خصو يكون عنده ساعة كافية من النوم على الأقل على الأقل تسع ساعات من النوم يوميا وبغيت نشترى واحد النقطة هذة تسع ساعات خصوها تكون حتى في أيام العطل حتى في فصل الصيف حتى في فصل الشتاء في جميع الأوقات وفي جميع المراحل النمو ديال الطفل يعني أن الطفل بما أنه هو كيف ما احنا كان نحاول أن نعطيه واحد لنظام ولوحد لبروغرام الدماغ دياله كي يستقبلوه وكي تعود عليه لذلك فأنا نركز بشكل أساسي على النوم على الأقل تسع ساعات في جميع في فصل الصيف في فصل الشتاء في العطل وذلك لكي يكون جسم الطفل يعني مبرمج مبرمج على أنه يحتفظ بواحد النظام خاص به وكان زيد نأكد على أن النوم مهم جدا لراحة الجسم والمخ وكذلك تجديد خلايا الجسم والزيادة في التركيز هذا شيء أساسي إذن هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية اللي بغيت نركز عليها حتى هي هي أننا نأخذنا ننضموا للطفل التوقيت ذياله كيفاش نقدرون ننضموا للطفل الوقت ذياله وأننا نحددوا وقت ثابت لكل شيء كل أشياء التي يقوموا بهالطفل مثلا اللاعب نحددوا له واحد الوقت واحد الساعة وكذلك وقت مشاهدة التلفاز هو ضروري يكون عنده وقت محدد ووقت الدراسة هو ضروري يكون محدد في وحد الوقت محدد وكذلك وقت النوم في وقت محدد كيف سبقت وقلت لأن كيف سبقت وقلت لكم أن المخد للطفل كيتبرمج على أي نشاط وبالتالي من كيتحط في الوقت وفي الساعة اللي يقوم فيها ديما بوحد النشاط المخد يصبح أكتر تركيزا وأكتر نشاطا وأكتر استعدادا لاستقبال بزيف دي المعلومات وكيكون أكتر تواصل معنا وكأن نراحضها أن الطفل لكالناس مزيلا وفاق وبغينا نهضره معه ولا شي حاجة ولا بغينا نقري وكيكون أكتر تواصل معنا علش لأن المخد يكون مرتاح ومستعد لأنه يستقبل أي معلومة ولا أي نشاط يقوم به والحاجة اللي بغينا نأكد عليها وكأنين بعض الأطفال اللي ما كيقدروش ما ولا ما كيخليوناش أنا نضبطو لهم دلوقت ديالهم يعني أنه مثلا في وقت اللعب كيعطي واحد المجهود كتير ومليك تجيبوا لوقت الدراسة كيكون مهمي شي شوية في الدراسة دياله كيفش نقدرون تعملوا مع هذا الطفل في هاد الحالة خسنا طفل مني نشوفوه ما عطيناش وقت الدراسة ما عطيناش وقت كافي وأننا نهددوه بأننا غادي نصحبو ليه الوقت ديال اللعب ولا غادي نلغيو ليه الوقت ديال اللعب لحقاش ما عطيش وقت الدراسة يعني نوع من العقوبة شيئا ما وإلا كان الطفل مواظب على أنه في وقت اللعب كيلعب معنا وفي وقت الدراسة كيركز معنا نقدره ونعطيه واحدة جائزة تحفيزية رمزية باش نخليه الطفل دائما على التواصل معنا وأنا نحس السوء أنه كيقوم بشي حاجة اللي هي إيجابية داك هذا هذه نقطة إن شاء الله تكونوا فهمتوها أشيء أساسي النقطة التالية هي اللي بغيت نركز عليها هي وقت الدراسة وقت الدراسة أصدقائك نفضلوا أننا يكون مكان هادئ وخاص دائما للدراسة يعني أن الإنسان أو الطفل في الوقت اللي غادي دائما نحطوه في واحد المكتب ونحطوه في واحد الكرسي ونحطوه أمامه الأدوات المدراسية غادي يعرف على أنه الدماغ دياله غادي بدا يخدم على أساس أنه عنده أنشيطة دراسية خصو يقوم بها وغادي أخصا نبعده على أي شيء يقدر يشتطلو الانتباه دياله مثلا تلفزة تكون شعلة أو في بيز أخور هو كيسمع الصوت ديالها ما خصها شي تكون كذلك الأطفال الأخرين اللي معاه في البيت خوتو ولا شي حدها كم العائلة في غرفة أخرى كيلعبو هذا ما خصو شي يسمعو الطفل لأنه هذا بينسيو من طبيعة الحال شيء بادي هي أنه دماغو غادي بقات يسمع له أصوات أطفال الأخرين تيلعبو من طبيعة الحال حاجة أخرى أنه لازم هذا الحويج هما نقطة كيبة نحن مهمين ولكن بالنسبة للطفل وبنسبة تربية الطفل شيء مهم وإساسي ونقطة حساسة جدا وللعب يعني هكونوا على يقين أننا سنجحوا في تربية الأطفال ونساعدهم على أنهم يكونوا شخصية كتير تركز في الوقت اللي خص هتركز فيه كتلعب في الوقت اللي خص هتلعب فيه وكتنعس في الوقت اللي خص هتنعس فيه وهذا هو من نوع للأطفال اللي محتاجين إحنا دا بقنا نكون وهذا هو النوع للإنسان اللي هو إنسان إيجابي وإنسان يعني كل حاجة أعطيها وقت هذا واللي محتاجين إحنا في العصر دينا الحالي والحتي في العصر الجري إن شاء الله لهذا نطلبكم أباء والأمهات العائلة اللي كي تنتج الجد اللي كي سمع لي أنه يحاول ما أمكن يأخذ من الاعتبار هاد النقاط قال للناس اللي كيكون عندهم كونتاكت مع الأطفال اللي يركزوا مع أيا فعل الأشياء لأنها مهمة جدا جدا وربيع شيء وهو اللي هو ضروري أنا اللي بغيت تركز عليه اللي هو الرياضة الرياضة مهمة جدا لإنسان بصيفة عامة كيف أن الرياضة مهمة جدا لأنها تزيد من تركيز ديال الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة وضروري واحد النقطة أن الطفل أنه يختار الرياضة اللي يبغيها يعني نخليوه يختارها ونخليوه يندمج فيها ونخليوه يمارسها بكل حرية وهذا يخليه يكون مرتاح ويخليه يكون يفكر ويخليه يكون يخدم العقل ديال اللي ماشيه في الدراسة يقدر يخدم في حواج خرين مثل الرياضة مثل التواصل مع الأطفال اللي بحلوا في الصين دياله يعني مهمة جدا ورياضة كان بعض الأباء الأمهات كنلاحظ أنهم تخليوا الأطفال ديالهم يمارسوها فقط في العطلة هذا خاطئ غير مقبول نقدر نقص ساعة الرياضة خلال الأسبوع مثلا كان الطفل ديالنا عنده ثلاثة حصة وحصة نخليوه حصة وحصة ولكن ما نحرموش بصفة نهائية منها نخليوه مارسها نخليوه يعبر فيها نخليوه مارسها منقطعها شي لأنها مهمة جدا تساعد للتركيز للأطفال حاجة أخرى بالنسبة لطريقة ديال تلقين الدروس والتلقين والإنجاز التمارين للأطفال بغير تركز على واحد النقطة كنعرف أن كنين بعد المؤسسات اللي يهديهم اللي كيعطو نقاط كيعطو تمارين بزاف بشكل مكتف وكيعطو دروس بشكل مكتف يعني كيطلبوا بزاف ديال الواجبات المنزلية اللي الطفل كيشوف هذك الشي كيتبهض عشنو عشنو هو الطور ديال نحن يبقى في البيت هو أننا نقوم بتقسيم هذك ذلك الواجب مثلا عنده اربعة صفحات ديال تمارين سننخدمو مع هجوج ديال الصفحات اولا وحدا ونديرو فاصل يعني بوز من البعد عاو ثانين نخدمو مع هجوج خرين ونديرو بوز يعني استراحة ما بين كل صفحة والاخرى لاش لحقاش احنا طيفل ديالنا اولا المخ ديالنا استسمح تكره المهم الصعبة تكرهها وتيرفض على انه يمارسها لذلك وتتجي شي حاجة اللي هي غير مريحة وبالتالي الى خدمنا الواجبات المنزلية في حصص يعني درنا كل 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 واجب في واحد الوقت ودرنا استراحة كذلك واجب ودرنا استراحة المخ ديالنا ما غدش نكترو عليه ما غدش نطلبه منه انه يبقى مركز معنا واحد ساعتين ولا ثلاثة لكن نعطيه وقت فاشك يسترح وتي عاود يشتغل ثاني من جيد وهذا يساعد لان الانسان يكون مركز اكتر هذا الانسان العادي مش غير الطفل النقطة السادسة اللي هي مهمة وهي الاكل الاكل مهم جدا لزيادة التركيز لان كيف كان نعرف ان الجسم دي هو عبارة عن مصنع ضروري ياخد الاحتياجات الكافية باش ينتج بشكل صحيح يكون ينتج بشكل معقول انا الطفل ما يمكن انا نصفت واحد الطفل لمدرسة وهو يحسب الجوح ما يمكن ما غديش نطلب انه يعطي لحق الجسم دي له لا يوجد طاقة انه يخرجها سواء في الدراسة ولا في ممارسة الرياضة ولا في شيء اخر يعني الطفل ضروري انه تكون عنده الاكل ونحاول نشوف الاطفال لانه اشنو اللي يبغيوا ونحاول نعطيه لهم بشكل منطام ونطلو لهم في الاكل لهم مهم واساسي عكاد نعرف ان الاطفال يرفض انهم يأكلوا ولكن غير نحاول معهم بشكل او باخر نحاول ندخل لهم الخضر في الواجبات اللي يبغيوا كالين بزاف الواجبات اللي اننا نقدر ندخل لهم فيها خضر ندخل لهم فيها لحوم ندخل لهم فواكي نقدر نصبت معهم فواكي هلا مدرسة اللي كيبغيوا هذا شيء مهم واساسي جدا زيادة التركيز للأطفال ولا التركيز لهم سابعة نقطة هي اللي بغيت نهضر عليها هي كان الأكل المعينة اللي تزود التركيز للأطفال كيف يعني نحن عارفين أن الأشياء اللي يكون المدق ديالها حروب بحل الزبيب بحل كان بعد الأكل اللي هي شعبية ومعروفة أن الأطفال يزيد التركيز لهم حب بدأ هذا لأن نركز عليه بنصبر الأمات يجعل طبيعة لها جميع الأمات عندهم دراية بهذا شيء كان طلب أن تزيد و تأكد على هذا الأكل وأن تعطي وا أكل لهم مخصصة الأطفال التي تعاون على التركيز ديالهم وأن تعطيهم قوة للجسد ديالهم والجسم ديالهم ثامين مشكل وهو المشكل الأخير اللي غدي نتطرق إليه معكم هو نتأكد من أن الطفل ما عنده حتى شيء مشكلة صحية بحل مثلا فقر الدم أو نقص في الفيتامينات أو نقص في الأوميغا تخوى هؤلما بعض المشاكل اللي تيكون عند الأطفال بزاف أو عنده مشكل في التنفس الأطفال عندهم مشكل في التنفس يكون عندهم مشكل أنهم لا نعسو مزيان وبالتالي كيف نقول نحن نرجع النقطة الأولى اللي هضرنا عليها هو أن النوم مهم جدا الطفل لا ينف مزيان لا ينع مزيان وبالتالي أن الجسم ما يوصل لنسبة مهمة للإرسخاء اللي الدماغ يجددون الخلايا ويجدون يجدون بشكل ناشط لذلك ضروري نكونوا منتبئ الأطفال في النوم كيف ينفس ويجدون ويجدون مرتاح ويجدون مرتاح ضروري أنا مرة مرة نفق في الليل ونضرب ونضرب وليوم الليلة ونشوف هم ويجدون 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 كيف الحالة ويجدون هذا شيء مهم عندها فكرة على الطفل كيف يكون حالة وهو نعس كيف يتنفس كيف يتحرك كيف يتضروري وهذا شيء كان أن جميع الأمات مرة يدربوا الليلة على ولدتهم في الغرفة ديالهم ديال النوم كذلك نركز لحساسيات الأنفرة مهمة وبالزاف الأطفال التي تكون عندهم بالخصوص في فصل الشيطاء اللي ايواش بغيت نقول لكم كانت منا كانت منا أن هاد النقطة هدي واللي وبنسبة الأطفال عندهم هاد المشكل اللي بغيت نقول هو أنا ضروري تخدهم للطبيب لأنه يجيليهم التحليل الخاصة التحليل الدم ويشوف كذلك يشوف هم فحس سريري ويشوف يجيروا تحليل ديال الدم ومخزول الحديد في الجسم نحقاش الحديد توت إلى بدور مهم في الأطفال وإن شاء الله نشوف ولدتنا وولدتكم على المراتب في الدراسة ديالهم نشوف هم عندهم تشي مشكلة لا في التركيز ولا في تشي حاجة ويكونوا إن شاء الله من الأطفال اللي كيشرفوا الآباء ديالهم وكيشرفوا الوطن ديالهم لحقاش الأطفال هما رجال الغد وهما الناس هو الأعمدة اللي غادي يوقف عليها الوطن ديالنا في المستقبل إن شاء الله كانت مننا ما نكون شتقلة على قلوبكم كانت مننا أمهات والآباء إلا كانت شي جد تسمع لي جد كذلك علش الله شي خال خال عم عم اللي كان عنده عنده كونتاكت مع أي الطفل يفهمني ويحاول أنه يرشير لهذه النقاط وإلي كان شي مشكلة لأن شي طفل يحاول أنه يقلب على الحلول ما يخلي شي طفل هكذا ممكن الطفل يكون يعني بفكرة وحدة بسيطة من هان شي اللي قلت أنا يقدر الطفل لأنكم تساعدوه لأنكم تنقدوه لأنكم تغيرو له المستوى ديال الدراسي ورح ترح حيات ديال وعلى نعاون الأطفال ديال ما لا نجعلهم تيهين لا نجعلهم بلد دليل نحن الدليل لهم نحن نحن نسؤول عليهم مدام أننا ولدناهم نحن نسؤول منهم ومسؤول عليهم وبالزز مننا نرد لهم البال ونتابه منهم كيف نقول دائما إلا ما كنش غادي ندير لهم هات شي ما كينش عد عش نولد هم ايوال نتمنى ان شاء الله تكون فكرة جديدة طرحتها لكم وإلى اللقاء تاني ان شاء الله